أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بثريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعي الوالديكم أنا أدري نعي الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعي الوالديكم وجايت تابعوني البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِي هذه الآية هي الأم في الموضوع الذي نتحدث عن كل الآيات التي مرت كانت تتحدث في مقولة التقييم من أن البشر لا يستطيعون أن يعتمدوا على تقييمهم الحدث على تقييمهم الظن إذا أرادوا أن يقيموا أحدا فعليهم أن يعتمدوا الموازين الحسية التي تنتج لهم علما كي يكون التقييم تقييما صحيحا وأعتقد أن المضامين كانت واضحة في الآيات الكريمة التي مرت في الحلقة الماضية وفيما تقدم من هذه الحلقة أما هذه الآية فهي الآية الأم في بابها في موضوعها الخطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية واضحة وحدثتكم عنها في الحلقات الماضية الآية هكذا تقول إذا جاءكم فاسق بخبر بحديث بنبأ لا تكذبوا خبرا لا ترفضوا خبرا وإنما تأكدوا مما يقول فتبينوا وهذا يسقط علم الرجال فلا قيمة للأسانيد حينئذ لأن الآية تتحدث عن فاسق بحسب تقييم الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا فاسق بحكم من الله لا تردوا خبرا لا تكذبوا قولا وإنما تأكدوا منه التأكد سيكون من متن الخبار وليس من السند لأن سند معلوم فهو فاسق بحكم من الله البحث في المتن إذن ولهذا فإن أئمتنا قالوا لنا أعرض المتن على القرآن ما قالوا لنا أعرض السند على القرآن لأنهم لا يبالون بالسند لأن السند لا قيمة له قد يشكل قرينة يمكننا أن ننتفع منها في جهات أخرى في جهة تأريخية الحديث وهذا لا علاقة له بصحة الحديث أو عدم صحته هذه معلومات إضافية الأصل ما هو في السند السند لا قيمة له من جهة قبولنا للخبر أو رفضنا له وإنما المتن هو الأساس فليس لعلم الرجال من قيمته بل سيكون محرما إذا كان الاعتماد في التقييم وفقا للموازين الحدسية إذا كانت تقييم وفقا للموازين الحصية لا قيمة له أيضا هذه القضية التي يقولونها للناس ويعلمون أصحاب العمائم في الحوزة من أن الآية هكذا تقول إذا جاعكم الفاسق بخبر فلا تقبلوه ويفهم من ذلك أن نقبل خبر الثقة هذا الكلام لا يوجد في الآية هؤلاء لا يفقهون القرآن هؤلاء يأخذون فهمهم للقرآن من النواصب الآية ليس فيها شيء من هذا الآية تقول لا تكذبوا خبر الفاسق لكنكم يجب عليكم أن تتأكدوا من صحته أتعلمون أن الآية ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك لا كما تدرس الحوزة الطوسية في النجف وغير النجف من أن خبر الواحد ظني الظنيون الآية تقول من أن خبر الفاسق إذا ما تأكدتم من صحة قوله فإنه يكون علماً ولا نحتاج إلى علم الأصول وإلى وإلى البحث في حجية خبر الواحد ومن أنه ظني ومن أن الشارع جعل لظنية هذا الخبر حجية الآية تقول من أن الفاسق الذي هو فاسق بحكم الله إذا جاءكم بخبر فتبينوه فإذا تبين صدقه فإن خبر الفاسق سيكون علماً وليس ظنان هذه الآية تحكم على منهج الحوزة من أوله إلى آخره بالفشل وبالجهل وبالسفاهة ماذا تقول الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبرا تأكدوا من خبره أن تصيبوا قوماً بجهالة الجهالة تقابل العلم الجهالة تقابل العقل الجهالة تقابل الحكمة والجهالة تقابل العلم في الآية هنا الجهالة تقابل العلم لأن الجهل يكون مقابلاً للعلم وللعقل وللحكمة وكذلك الجهالة تكون مقابلةً للعلم وللعقل وللحكمة في الصف الأول فإن الجهل يقابل العلم وكذلك الجهالة إذا جاءت منفردةً فإنها تقابل العلم مثل ما أقول علمت علماً أقول جهلت جهلاً وأقول جهلت جهالةً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة إذا لم تتأكدوا إذا ما تأكدتم هذا يعني أنكم ستكونون على علم فلتذهب حوزة النجف إلى الجحيم وليذهب علم الحديث إلى الجحيم لأن علم الحديث وهو علم ناصبي جاءونا به من النواصب وقسموا الأحاديث قسموا الأخبار إلى أخبار الأحاد وقالوا هي ظنية والأخبار المتواترة وهي يقينية وهذا التقسيم لا وجود له في القرآن ولا وجود له في حديث رسول الله وآل رسول الله ولا يحكم به العقل مطلقاً لأن العقلاء إذا ما سمعوا خبراً حتى لو كان من كاذب لكن القرائنة تشير إلى صدقه هنا فإنه يحقق العلم عنده والقرآن ما خرج عن موازين العقل في كلامه أبداً القرآن القرآن تحدث بأساليب العرب في اللغة وكان الكلام فيه موزوناً بميزان العقل والحكمة ولذا فإن خطابه موجه لأولي الألباب لأولي الأبصار لأصحاب العقول لذوي الحكمة ومنطق الحكمة هكذا يقول لو جاءنا كاذب بل كذاب بخبر لكن القرائنة تشير إلى صدقه في هذا الخبر فإنه يحقق العلم عندنا منطق الحكمة هكذا يقول منطق النواصب بسبب كثرة الأحاديث المكذوبة عندهم قسموا الأحاديث إلى أخبار الأحاد والأخبار المتواترة وهذه بدعة من بدعهم لا يوجد شيء في الأخبار يقال له الخبر المتواتر يولد يقيناً ولا يوجد شيء في الأخبار يقال له خبر الأحاد يولد ظناً هذا من هراء النواصب ابتدعوه بسبب كثرة الأحاديث المكذوبة عندهم لأنهم أسسوا ديناً على الكذب والإفتراء وحرفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله لا شأن لنا بهم ماذا فعلوا بأنفسهم كيف أسسوا لهم ديناً ذلك شأنهم وتلك خصوصيتهم كلامنا مع هؤلاء الكذابين السفهاء السخفاء في النجا هم يعتمدون قواعد علم الحديث في تقسيم الأحاديث إلى أحاد ومتواترة ومن أن الأحاد ظنية ومن أن المتواترة يقينية لا يوجد هذا لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله وآل رسول الله ولا يقره العقل أتحدث عن العقل السليم لا عن العقل المركب بين بديهيات العقل السليم والخراء الناصبي والهراء الطوسي فهذه الآية تسقط علم الرجال وتسقط علم الحديث وتسقط علم الأصول لأن علم أصول الفقه بني على هذه المقدمات وتسقط علم الكلام لأن علم الكلام يبني العقائد على الأخبار المتواترة ولا يقبل الأخبار الآحاة لأنها ظنية هذا الهراء دمر به ديننا حوزة النجف أسس منهجها في التفسير والعقائد وفي علم أصول الفقه وفي علم الرجال وعلم الحديث وفي استنباط الأحكام الشرعية وفقا لهذه الموازين وهذه الموازين تسقطها تسقطها الآية بشكل واضح الآية واضحة الخطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هذا شأن ديني هذا شأنكم الديني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبر الفاسق وإنما تأكدوا من المتن لا شأن لكم بالسنة سقط علم الرجال سقط علم الرجال وحتى الصادق نحن نتبين خبرا لأن الآية ليس فيها من مفهوم يدل على هذا من أننا نأخذ خبر الصادق الآية تقول لنا ابحثوا عن الخبر الذي يوفر لكم العلم في بعض الأحيان قد يكون خبر الفاسق يوفر لنا علما وقد يكون خبر صادق لا يوفر لنا علما لأنه لم يكن دقيقا في نقله لم يكن هو أو لم يكن ذلك الصادق الذي نقل عنه أيضا صادق نقل عن صادق لكن الصادق الأول لم يكن دقيقا في النقل المطلوب من أن نحصل العلم وهذا هو منطق القرآن الواضح منطق القرآن الواضح في سورة النجم في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما لهم به من علم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الآية التي قبلها إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى أمر عقائدي أمر ديني إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى شأن ديني أمر عقائدي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا في الشأن الديني نحن مطالبون أن نحصل العلم الآية واضحة وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إذا ما رجعنا إلى سورة الحجرات فإن الآية تتحدث عن تحصيلنا للعلم وعن إبعادنا عن الجهالة والجهل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لماذا نتبين حتى نحصل العلم أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين عليكم أن تتأكدوا حتى تحصل العلم خبر الفاسق إذن يمكن أن يكون علما هذه الآية أسقطت علم الرجال وأسقطت علم الحديث أسقطت هذا التقسيم هناك الأخبار الأحاد التي هي ظنية والأخبار المتواترة التي هي يقينية هذا كله كذب وافتراء لا حقيقة له قد يقول قائل في علم المنطق وحتى في الرياضيات في مسألة تعدد الاحتمالات فإننا قد نصل إلى اليقين ذلك شيء آخر هناك جامع اشتراكي حسي في هذه المسائل في المتواترات المنطقية في علم المنطق لابد أن يكون جامع اشتراكي حسي حتى يصدق هذا الكلام أن تكون المتواترات المنطقية يقينية لوجود جامع اشتراكي حسي فيما بينها والأمر هو هو بالنسبة للاحتمالات الرياضية أنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب هذا المطلب أجنبي عن الذي أتحدث عنه لكن الكلام جرى الكلام فأشرت إليه أما هذا الذي يقال له التواتر في علم الحديث وفي علم الأصول هذه مخرأت لا حقيقة لها ولا وجود لها على أرض الواقع لعدم وجود جامع اشتراكي حسي فيما بين هذه المتواترات فكيف يحصل اليقين من دون وجود الجامع الاشتراكي الحسي هؤلاء الذين يريدون أن يطبقوا الاحتمالات الرياضية وأن تحسب بطريقة حساب الاحتمالات الرياضية أو أن يطبقوا ما يدرس في علم المنطقي من المتواترات المنطقية يريدون أن يطبقوا هذا على ما يقال له المتواترات في علم الحديث ليس هناك من مجال لتطبيق ذلك أبدا وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات مختصة بهذه المطالب لا أريد أن أعيد الكلام الآية هذه أسقطت علم الرجال وأسقطت الأسانيد لا قيمة لها وأسقطت علم الحديث فإن خبر الفاسق إذا ما تبيناه سيشكل علما إذا كانت النتيجة تقول من أن الخبر صحيح فإذا كان خبر الفاسق وهو خبر واحد يشكل علما فما قيمة هذا اللغو الذي يقال له علم الرجال والذي يقال له علم الحديث وكثير من الموضوعات التي تبحث في علم أصول الفق أو في علم الكلام آية واحدة في الكتاب الكريم حكمت على غباء الحوزة الطوسية منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى هذه اللحظة كذبوني 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 ردوا على هذه الحقائق هذا قرآن قرآن واضح وواضحون جدا الآية هذه أسقطت علم الرجال وأسقطت علم الحديث وأسقطت أكثر أبحاث علم الأصول إن لم تكن قد أسقطت علم الأصول بكامله لماذا حتى حتى الأبحاث في الأصول العملية وحتى الأبحاث في تعارض الأدلة وحتى الأبحاث في مباحث الألفاظ بنيت على هذه المقدمات فهي قد بنيت على مقدمات فاسدة المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتيجة فاسدة هذه الآية أسقطت منهج الحوزة الطوسية بكامله من أوله إلى آخره أدعو الحوزويين أن يتدبروا في الآية الآية واضحة لا أن يفهموها بهذا الفهم الطرطبيسي سأضرب لكم مثالا من الفهم الطرطبيسي الطرطبيسي نسبة إلى طرطبيس في ثقافتنا الشعبية العراقية طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس مثال على الفهم الطرطبيسي اعرضوا لنا الوثيقة رقم 13 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق إنها وثيقة من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلالة وجهالة وسفاهة الوائل الناطق الرسمي باسم حوزة النجف إنها حوزة الجهل والجهالة اعرضوا لنا الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشق بنبأ ستبينوا أم تصيبوا قوما إلى آخر الآية كأن الآية تقول لي إذا واحد فاشق يجي ينقلك خبار لا تاخذ خبرا لأن هذا فاشق مهن معناه إذا واحد يجيك عادل مو فاشق اخذ خبرا صدقوني هكذا يفسرون الآية في حوزة النجف بالضبط مثل ما يقول الوائلي الوائلي درس هذا في حوزة النجف الآية تقول لي إذا واحد فاشق يجي ينقلك خبرا لا تاخذ خبرا الآية ما قالت هكذا الآية قالت لا ترفض خبرا وإنما عليك أن تتبين بالضبط بعكس ما يقول الوائلي وهذا هو الذي يدرس في حوزة النجف حوزة مستدبرة حوزة لا بصيرة لها وبالمناسبة الوائلي عربي وشاعر وأديب وشاعر متفوق لو أنه استعمل قدرته الأدبية في فهم الآية لفهم الآية بشكل صحيح لكن عقله مقفل مقفل بالخراء الطهسي ما أنا كنت كذلك أقرأ الآية وأنا عربي وأنا ضليع بالعربية وضليع بالأدب العربي أقرأ الآية فأفهمها كما يفهمها الوائلي ولكنني بعد ذلك أعطت النظر هذه الآية لا كما يفسرها مراجع النجة هؤلاء ثيران ثيران هؤلاء حمير هؤلاء يملكون عقول مستدبر هؤلاء ضلال الآية واضحة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه عقول مقفلة رجاء أعيد بث الوثيق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا أم تصيبوا قوما إلى آخر الآية كأن الآية تقول لي إذا واحد فاشق يجي ينقلك خبار لا تأخذ خبرا لأن هذا فاشق معناه إذا واحد يجيك عادل مو فاشق أخذ خبرا الآية ليس فيها هذا المعنى هذا المعنى لا يوجد لا في هذه الآية ولا في أي آية أخرى في الكتاب الكريم ولا يوجد في أي رواية من روايات العترة الطاهرة هذا الكلام يخالف العقل لأن العقل يقول الكاذب والكذاب مهما كان كذابا يكون صادقا في بعض الأحيان والصادق مهما كان صادقا وصدوقا يكذب في بعض الأحيان قد يكذب وهو ملتفت إلى كذبه لضرورة وقد يكذب وهو ليس ملتفتا لأنه نقل الحديث عن كاذب ومن هنا فإن الآية لا تقول لنا لا تأخذ بخبر الفاسق ولا تقول لنا أيضا من أن الثقة خذوا بخبره الآية لا تقول هذا لا في منطوقها ولا في مفهومها الآية تطالبنا أن نبحث عن العلم أينما وجدنا العلم نأخذه إن كان في خبر الفاسق أو كان في خبر غير الفاسق أقرأ عليكم هذه الرواية الواضحة والواضحة جدا عبد الله بن أبي يعفور يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الخبر وعن الحديث تارة ينقله شخص موثوق وتارة ينقله شخص ليس موثوق الجزء الأول من الكاف الشريف إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني بسند الكليني ابن أبي يعفور يسأل الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به هو يقول سألت أبا عبد الله سأل الصادق ابن أبي يعفور عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به الإمام لم يلتفت إلى السند وإلى الراوي قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فاخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكان موثوقا أم لم يكن موثوقا هذا منطق العترة يتعانق مع منطق العقل ويتعانق مع منطق الكتاب الكريم الآية واضحة في أنها تطالبنا أن نحصل العلم بغض النظري عن الناقل الذي نقل إلينا الآية ليس في منطوقها أن نرفض خبر الفاسق أبدا ولا في مفهومها أن اقبل خبر الصادق على أي حال الآية تطالبنا أن نحتكم إلى العلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا شأن لكم بالذي جاء بالخبار فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة من دون علم إذن المطلوب منا أن نبحث عن العلم أن نحصل العلم بغض النظر أكان الذي نقل الخبر فاسقا أم لم يكن كذلك فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين وهذا هو منطق القرآن منطق القرآن واضح وواضح جدا وقد قرأت عليكم ما قرأت من سورة النجم في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما لهم به من علم الذنب هنا هم يحتكمون إلى ظنهم إلى جهلهم وما لهم به من علم ماذا يفعلون إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الآية واضحة وواضحة جدا إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات هذه الآية تسقط علم الرجال وتسقط علم الحديث وتسقط علم أصول الفقه وتسقط علم الكلام وتسقط علم التفسير ما يقال له بعلم التفسير لأنهم في التفسير أيضا يبنون قواعدهم على روايات متواترة كما يقولونهم والكلام كله كذب إذا أردنا أن نتوغل في حقائق الأمور ولا يعتمدون الأحاديث التفسيرية التي يقولون عنها من أنها أخبار آحاد وصار واضحا في أذهان الحوزويين الطوسيين من أن أخبار الآحاد المراد من أخبار الآحاد ليس بالضرورة أن الذي ينقل الخبر واحد ربما ينقل الخبر ثلاثة خمسة هم يطلقون أخبار الأحاد على الأخبار التي ليست متواترة وحتى الخبر المتواتر نحن لا نعلم كم عدد الرواد لأنهم يختلفون في عدد الرواد هناك من يقول من أن عدد الرواد لابد أن يكون في أقل عدد أن يكون عددهم العشرة عشرة رواد في كل طبقة في كل جيل في كل عصر هناك عشرة رواد يروون عن عشرة رواد في الجيل المتقدم مثل هذا لا وجود له لا وجود له على أرض الواقع أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الترهات هذه ترهات وجهالات وسفاهات الآية نقضتها بالكامل فليس هناك أخبار أحد وليس هناك أخبار متواترة وليس هناك أخبار ظنية وهناك أخبار يقينية خبر الفاسق الذي رواه فاسق واحد فقط بعد التبين يحقق علمه الآية أسقطت علم الرجال أسقطت علم الحديث أسقطت علم الأصول وعلم الكلام مقدمات الكثير من الأبحاث والمباني في علم الكلام وفي علم الأصول أسست على تلك المقدمات الفاسدة التي أسقطتها هذه الآية هذه الآية وضعت خطين متقاطعين على الحوزة الطوسية الخرئة القذرة النجسة السفيها إنها تخالف القرآن القرآن هو رمز الطهارة والتطهير ماذا نقرأ في سورة الواقعة إنه لقرآن كريم لقرآن كريم هذا محمد وآل محمد هذه حقيقته أما المصحف فهو صورة خطية عنهم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لأنه حقيقة مطهرة والمصحف طاهر مطهر في وجوده الحسي وفي وجوده المعنوي فحينما تكون حوزة النجفي مناقضة لمنطق القرآن ستكون قيانا نجسا لهذا السبب إنني أصفها بأنها حوزة قذرة نجسة فمنهجها يتناقض بالكامل مع منطق القرآن وأعتقد أن الآيات واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل